اعزائي المشاهدين اهلا بكم على القناة الالكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك اليوم سوف نسلط الضوء على القطاع الطرقي بالمملكة حيث تتوفر البلاد على اكثر من 57 الف كيلومتر من الطرق المصنفة 74% منها معبدة واكثر من 840 من الطرق السريعة كما تؤمن هذه الشبكة الطرقية اكثر من 90% من تنقل الاشخاص و75% من حركة نقل البضائع ووعيا منها باهمية دور قطاع الطرق بالمغرب قامت الوزارة بعدة تدابير لضمان جودة وفعالية هذه الطرق ولتقريبكم اكثر من هذا القطاع نترككم مع هذا الروبرتاج تعتبر الشبكة الطرقية الشريان الاساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا للدور الذي تلعبه في مواكبة المشاريع الكبرى للبلاد وكذا فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية حيث يتوفر المغرب على شبكة الطرقية بلغت حسب آخر الإحصائيات كما تتوفر المملكة على حضير مهمة ومتنوعة من القناطر والمنشآت الفنية يبلغ عدد وحاليا ما يفوق 7500 وحدا وأخدا بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها بلادنا خلال الألفية الثالثة وكذا الأهداف الاستراتيجية المحددة في البرنامج الحكومي قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بإنجاز دراسة تتعلق بوضع مخطط طرقي في أفق سنة 2035 يرتكز على عدة محاور من بينها تطوير شبكة الطرق السيارة حيث تعمل الوزارة حاليا على تحديد مخطط مديري وطني ثاني للطرق السيارة في أفق 2035 يرمي إلى تجهيز المملكة بخطوط جديدة من الطرق السيارة تربط كلا من أسفي مراكش مراكش والقطب فاس مكناس عبر بني ملا الخنيفرة الطريقة السيارة القاري الدار البيضاء الرباط القطب فاس مكناس والقطب طنجة تتوان جرسيف والناظور ووجدة والحدود الجزائرية وقد بلعت الاستثمارات في قطع الطرق السيارة خلال الفترة 2012-2015 ما يناهي 16.5 مليار درهم حيث شهدت هذه الفترة عدة منجزات من بينها الطريق المديري للرباط وكذا الجسر المعلق على وادي أبي رقراق والذي يعد أكبر جسر معلق في إفريقيا وفيما يتعلق بستوير شبكة الطرق السريعة فقد قامت الوزارة بإعداد برنامج طموح يهدف إلى تنمية الرسيد الوطني من الطرق السريعة حيث حدد مخطط الطرق هدف الوصول إلى 1165 كم من الطرق السريعة في أفق 2017 وإلى 2100 كم في أفق سنة 2035 وبخصوص تحديث الشبكة الطرقية فقد عملت الوزارة على ملاءمة وعصرنة المحاور الرئيسية وتوسيع وتكتيف الشبكة الطرقية في المناطق غير المصولة وذات التغطية الضعيفة فضلاً عن إنجاز أنفاق تمكن من اختراق المناطق الجبلية ووعياً منها بأهمية سيانة وتتمين الرسيد الطرقي تقوم الوزارة بتقوية وتكسية القارعة للرفع من قدرتها على التحمل إنجاز مسلك ثالث بالمقاطع التي تتكون من منحدرات إضافة إلى إنجاز عمليات الصيانة الاعتيادية للطرق حيث قامت الوزارة خلال الفترة 2012-2015 بإنجاز عمليات تقوية 3.160 كم وتكسية 2.980 كم وتوسيع 2.381 كم من الطرق كما رصدت غلافاً مالياً إجمالياً بلغ 4.950 مليون درهم برسم نفس الفترة وذلك لصيانة وملأمة الشبكة الطرقية كما تقوم الوزارة بجهود جبارة لإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات لإصلاح وتجديد المقاطع الطرقية والمنشآت الفنية المتضررة والسعي منها لتحقيق العدالة المجالية تقوم الوزارة بتطوير شبكة الطرق جديدة تعتمد سياسة القرب المتعلقة بالتنمية البشرية عبر إنهاء البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية حيث بلغ الطول الإجمالي للطرق القروية الذي أعطيت انطلاقته في إطار هذا البرنامج إلى غاية ما تم 2015 14.960 كم رافعة بذلك نسبة ولوج الساكنة القروية بالشبكة الطرقية الوطنية إلى 80% منجزات من بين أخرى تسهر عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك من أجل تطوير الشبكة الطرقية لمواكبة عجلة التنمية ببلادنا وللتعرف أكثر على القطاع الطرقي بالمغرب والإطلاع على مختلف مستجداته ندعوكم لمتابعة مجموعة من الروبرتاجات والحوارات التي أجريناها مع كبار المسؤولين بالوزارة إضافة إلى عدد من المهنيين الفاعلين في هذا القطاع وشكرا على متابعتكم